عندما كشفت تلك السرقة التي بلغ مقدارها نحو ثلاثة مليارات دولار أطلقوا عليها اسم سرقة القرن وكأن العراق لم يشهد مثلها طوال مئة عام كاملة من عمر الزمان غير أن الأمر ليس كما يحاول السياسيون تصويره للناس فبحسب تقديرات أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية العام الماضي فإن إجمالية الأموال المنهوبة من العراق منذ الاحتلال الأمريكي في 2003 يبلغ نحو ثلاثمائة وستين مليار دولار بينما يقدرها برلمانيون بأربعمائة وخمسين مليار دولار بما يعادل مائة وخمسين ضعفا من المبلغ المنهوب في سرقة القرن لعدة سنوات متتالية يحافظ العراق على مرتبة متقدمة ضمن أكثر البلدان فسادا على المستوى العالمي وفق مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الأمر الذي يعكس عموق تغلغ للفساد في أروقة الحكم والسلطة في البلاد ويؤكد أن نفوذ الفاسدين في العراق قد وصل إلى حد يأمنون فيه على أنفسهم من المحاسبة ولا أدل على ذلك من هروب أكثر المتهمين في سرقة القرن واسترذاد أقل من عشرة بالمئة من الأموال المسروقة فيها وبينما يستمر الفاسدون في نهب ثروات الشعب العراقي تصبح محاربة الفساد بندا ثابتا في منهاج كل حكومة تسكن المنطقة الخضراء فاللجان الخاصة تشكل من أجل ذلك والإجراءات التي توصف بالحاسمة تتخذ وقد تسترد بعض الأموال المسروقة لتكتمل الصورة التي يراد للشعب تصديقها ثم ترحل الحكومة وتأتي أخرى جديدة لتعيد نفس المسلسل وتعلن عن فاسدينه ضمن أعضاء لجنة مكافحة الفساد التي شكلتها الحكومة السابقة وهكذا يدور العراق في حلقة مفرغة بدأت مع الاحتلال قبل عشرين سنة وتستمر بحسب مراقبين ما استمرت العملية السياسية التي أسسها الاحتلال على المحاصصة الطائفية فأفرزت مراكز قوة ميليشياوية تمتلك السلاحة وتسيطر على مصادر الدخل القومي ويحدد زعماؤها من يجلس على كرسي الحكم في المنطقة الخضراء ومن يرحل عنه